ارتياح شعبي يسود الشارع الموصلي بعد مبادرة السلة الغذائية التي حسنتها الحكومة المركزية بتوجيه وزارة التجارة في تحسين وإضافة مفردات البطاقة التموينية مواد الغذائية اللي جابوا أنها السلة الغذائية ما بها أي معوقات يعني سلة نظيفة وجديدة ست مواد التمن والشكر والزيت والطحين والبقوليات جابوا أنها تمن بسمتي درجة أولى عندك الطحين متوفر، الزيت هم متوفر، المعجون هم موجود بس بعد باقي المواد الغذائية ما موجودة العدس، البرغل، الشاي، الصابون، الشكر ما موجود هذا كله يعني وكيل نازحي قضاء سنجار في الموصل والمسؤول عن أكثر من سبعة آلاف عائلة نأشد بالاهتمام بمفردات السلة الغذائية من خلال توفير مادة الرز البسمتي بالنسبة لأحنا قضاء سنجار فوقات ما نازحين ومن خارج منطقتنا عانينا من التمن أكثر يعني تقريبا سبعين بالمئة إلى ثمانين بالمئة من محافظة أنه استلمت تمن بالبداية استلمت تمن بسمتي يعني على كامل حصة كاملة جاسرانا احنا هالسنجار قضاء سنجار انطولنا تمن أرواي لا بأس به مضبوط بس يعني شوف العالم تقول ليش العوائل قسم العوائل استلمت بسمتي وإحنا عادي حاليا أنا عندي ما يقارب من سبعة آلاف إلى سبعة آلاف ونصف مستفيد من وكالة مالتي تحسن مفردات البطاقة التموينية عبر استيرادها من المناشئ العالمية ألقى بظلاله على واقع حال المواطن الاقتصادي من خلال سد حاجته بالتأمين الغذائي من مدينة الموصل خالد جبوري العراقية الإخبارية